التي بقى لازم نتكلم في العلاج العلاج كالتهابات طبعاً أغلبه هيبقى مضادات حيوية صحيح برضو نعايز أسمع محاك الكلمة على المضادات الحيوية في التهابات الجهاز البولي بشكل عام وإم تجرة هيبقى لها دور المضادات الحيوية بواجه عام احنا هنا في مشكلة في المضادات الحيوية عالمية إن في إفراط وسوق استخدام للمضادات الحيوية حتى في داخل المستشفيات ممكن قوي إن النواب أو الأطباء في المستشفيات يفرطوا في إعطاء المضادات الحيوية للمرضى مما يؤدي إلى ظهور نوع من البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية ده أو إن يحصل مضاعفات من المضادات الحيوية نفسها زي التهابات في القولون أو حساسيات أو أثار على الكلا أو على الكبد من المضادات الحيوية ولذلك في الإصدارات بتاعتنا بتاعت الجايد لاينز زي ما بيقولوا بالزبط لازم يكون في حكمة في استخدام المضادات الحيوية ونستخدم المضادات الحيوية فقط تحت توجيه من الطبيب وللمدة اللي الطبيب يقول عليها ولو فيه كمان توجيه بمزرعة بول وبالأخص في العدوى البولية المتكررة ده حيحسن من نتائج المضادات الحيوية ويقلل من المضاعفات النتيجة عن العدوى البولية الجراحة ييجي دورها لو فيه مشكلة في الجهاز البولي تستوجب جراح يعني العدوى البولية دي التهاب في حوض الكلة حاد بسبب حصوة والمريض حرارت وارتفعت يبقى لازم حصوتي تتشال لو فيه انسداد في الجهاز البولي بسبب ضيق في الحالب أو بسبب ضيق في حوض الكلة عيب خلقي أدى إلى انسداد الجهاز البولي يبقى هذا العيب الخلقي أو هذا الانسداد لازم يتم علاجه لكن الالتهاب نفسه مثلا لو نتج عنه صديد في حتة معينة زي حوض الكلة أو في الجوة الكلة هل بيبقى فيه دول الجراح هنا؟ لا برضو من تاني لو الصديد ده مش عارف يخرج وعادة مش عارف يخرج لأنه هو فيه انسداد في الجهاز البولي ساعات في مرضى السكر وبالأخص المرضى اللي ما يهتموش بالسكر بتاعهم ومنعاتهم ضعيفة جدا ممكن يظهر بقى التهاب في نسيج الكلة نفسه وده بقى ممكن يستوجب برضو ان احنا ننزل الصديد ده تحت وجيه موجات صوتية أو بتركيب عنبوبة أو يحصل ان تكون صديد جنب الكلة اللي نسميه احنا بيري نيفريك أبسس بس ده اقصى صورة من صور العدوى البولية وده زي ما قلنا بتبقى صعب انها تيجي في مريض ما عندوش مشاكل صحية اخرى غير السكر والحاجات انا عايز اسمع في اخر نص دقيقة نصائح حضرتك لتجنب التهابات المثال البولية بما فيها شرب المياه وغيره تمام طبعا هو الجهاز البولي هو مختص بافراز البول وبالتالي عشان يفضل الجهاز البولي ده زي النهر الجاري زي النهر اللي بيجري لازم المريض دايما اي بني آدم لازم يهتم جدا 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 بشرب المياه بكمية لا تقل عن لترين لتلاتة لتر مياه في اليوم وبالاخص في فترات الصيف كان دا يزيد نقلل احمال الاملاح زي ملح الطعام او المياه الغازية اللي تحتوي على النسبة عالية من الاملاح نقلل احمال البروتينات في اكلنا لان ده بيعمل احمال على الكلة وعنده شعور اي المريض باي اعراض مرتبطة بالجهاز البولي اللي احنا ذكرناها في خلال كلامنا لازم يتوجه فورا لطبيب مبارس عام او طبيب مسالك بولية لتقييم الاعراض وتقييم حدتها ووصف العلاج المناسب ونتمنى لسحة لكل حبيبنا ان شاء الله يفد